راديوناك راديو يجرأة ولي قوم على حماية المنتوج التونسي وراو المنتوج تونسي اليوم ينجم كل الكاليت متاعه ويقول لك المنتوج التونسي اليوم غير قادر على المنافسة بمعنى أنو نمشي أنا وانت لسوبر مغشي بش نخذيو هيري دابوزة مي تونسي و هيري دابوزة مي مثلا فرنساوي ناخذوه باتتكتكتك نفضل ناخذ مي اي فيان خير ما ناخذ مي اخر تونسي شوف أنا من نعرفش علاش تنجم أنت تفضل الافيان على ما تونسي في المام نعرفش أما في حواج أخرين ظاهرة للعيان اللي ثم كاليتين خير من كاليتين هذا ما فيش حديث وإنما أنا اللي نحب نقوله أنو المنتوج التونسي وقتلي تحميه وتخلي المونجين التوانسة يتنافسوا بين بعضهم الكاليتين متاحهم باش تتحسن على خاطر اللي عنده قدرة بش يعطي الميور غابور كاليت بخي هو اللي بشوقت في السوق ولاخر بش يمشي على روحه دونك خلي اللي بيرالية لكن اللي بيرالية داخلية القواعد متاع اللي بيرالية نحب واحنا اقتصاد السوق نحبوه لأنو صفي لأنو عندو نمنو أنو ثمي نمنو بلوتو نمنو بها لكن غير متعرض مؤسسات اللي ما عندهاش قدرة تنفسية منافسات أجنبية اللي هي متحملهاش تفكر كانوا يعطيونا فلوس بليد اليمين بش يخدوهم بليد اليسار يجيبونا خباراء للتأهيل وليزوه لدرشنوه فهمت؟ هو التأهيل موش حكاية أنو تحدي ناغم في المؤسسة فقط وانما ثم مجلة شغل لبوزة مراجعتها ثم تأهيل متعقليات تعبلاست الخدام في المؤسسة وكلمته في المؤسسة هذا الكل عنده دور تحفيز هذا الكل عنده دور اليوم ما إذا كان المؤسسة التونسية تبعد عليها تحميها كيفاش تحميها؟ تحميها بالتاكس اللي تحدثت عليها انتي اللي نحاها مثلا نسي وزير المالية قال شنوه باش يحارب التهريب النقطة الأخرى ثم نقات صحية ثم تنجم تقول المادة هذية ما هيش صحية ما هيش ملأمة فيها منتوج كذا تكون صارم أكثر نحنا معادي عنا كنتخال هذية مثلا نشوف الماكلة اليوم تدخل بها الشيبس والكايك وغير ولكمفيتور يدخلوا من العالم أجمع لأنه اليوم والينا سوق معناها مفتوحة لا مفتوحة لا السوق مفتوحة إذا كان احنا نحبه عزيمة ما انتي سالتني شوه العزيمة يعني عزيمة سياسية في تطبيق هذية يعني تطبيق على ثم على تكسل تنجم تتعمل بعد تكسل تنجم إجراءات إدارية تكثر عليهم الأوراق حتى اليكر هروحوا تطولوا في الأجال ترانسفير متاع الدوفيز اللي ماشي يحبي بيجيب فلوس في البنك المركزي تخليه يفهم اللي غير مرغوب فيه إذا كان هذا الكل مفهمش يجيب السلعة يجيب سلعته تتبلوكيه له في الديوانة تخليه له غاديك السوكال لأسباب تافهة وتكثر عليه الشارج حتى المرة جايه ما عادش يعمل ولا يرجح السلعة هذيك في غيسابه وإذا كان مفهمش في الأخر بالكل تشبدوا من وذنه في الشارع وتقولوا يا فلان راك قاعد تقتل في الخدمة متاع عشرين ألف واحد فق على روحك إذا كان فيك ذرة وطنية يعني ثم إذا كن فهم إرادة سياسية ثم إرادة سياسية إمكانيات فهمهم يا ولوف يخش كون يجيبوا فيهم يجيبوا فيهم بالسيف علينا ما متوانسا هما اللي يمشيوا يجيبوا وخربوا في الاقتصاد يا أخي وقت لي مدام بوشاماوي يا أخي بالسيف هي مشات جابت كيابيه ما هي مشات جابت كيابيه فمتلا وجدت هنا قالت هوا بش نكسر قداش من موطن شغل في تونس هوا نجيب لكم كيابيه ونكسر لكم موطن شغل أنا المؤسسة العراف اللي نحمي في الوحد وكيف يعني أنا ديما نقول بوشاماوي خطر هي هذا الدرابة متاع المنظمة أما اللي دائرين بها تعيب اليوم عن اللوتيكاء بأنه ما هيش قاعدة تخدم في المنتوجة التونسي مش قاعديني مش تخدم في الاقتصاد التونسي أصلا يعني مش مش توا نحبش نقول اللوتيكاء الكل أنا خطر أنا قاعد ندفع الحزب متاعنا الاتحاد الشعب الجمهوري قاعد يدفع على المؤسسات المتوسطة والصغرى والصغيرة فهمت دونك احنا وقت ندفع على المؤسسات هذوما خطر هما مضرين من طبقة معينة موجودة في اللوتيكاء اللي خدمتها كان أنه غرق السوق متاعنا وأنها تخلق المنافسة للمؤسسات هذية وانا بالمناسبة هذية نحب نقول لأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغرى لأنه احنا الصراع اللي قاعدين عملوا فيه دايداً ننتائنا هو حماية اله المنتوج التونسي لأنه حماية المنتوج التونسي هو حماية المؤسس decides وبالطبrill الحال هو حماية الوطن التونسي للموطن الشغول werde يعني الطبقات هذت الكاد حال يعني عندنا في تونس سواء طبقات المتوسطة الطبقات المضعف الكله محتاجة للمؤسسات تونسية لأن المؤسسات التونسية صدفت هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وكفاء الحديث الممجوج واللي الواقع عمره ما وضحه المؤسسة التونسية نقبلوها نضحيه معها والضحي معنا نضحيه مع المنتوج التونسي إذا كانوا نقص شوية وتويت حسن بالكونكورنس وضحهم 20 سنة التالي بركة ما نقول لك شي 30 و40 سنة ما كانش أحسن نوضعنا فإنتاجيا وانا ما وقت لحلق خلوه إمكانية للسوق متحم باشي تخلق المنافسة بينتهم حسنوا النوعية امتحم احنا اليوم دورنا انه نقفو بجنب المؤسسة التونسية لكن مطلوب المؤسسة التونسية تقفو زادة بجنبنا المفروض هذي هذا هو اللي يصير ان شاء الله اليوم منتوج تونسي تعرف كان قبل فتسعينيات كان فما مشروع كامل حتى في عهد بن علي وانه بوركانسومي تونيزيان وانه منتوج تونسي يكون منتوج معناها عنده مواصفات عالمية ان شاء الله هذي يرجعونه وكان فما حتى الدزادي يتعطاه من قبل الدولة دعم وانتخاطخ من قبل الدولة المؤسسة سيبوهم سيدي انا نقول لك سيحسن ما تعطيهم حتى دعم انا نقول لك هاو مؤسسات متاعنا سيبوهم نقصوا عليهم الخنقة الموجودة متاع السلعة الموجودة اللي قاعدة تقتل فيهم وتو تشوف كيفاش يتناعشوا وبالد اكسيجان بش يجيهم وباش تكثر المنافسة بين بعضهم فهمت؟ ملول بشهب توريش بين بعضهم ومبعدتوا يتصفي الغربال ويقعدنا السلعة الباهية والغبوكة اللي تبقي ومبعد وقتها نقول لهم نخمف القيمة المضافة ووقتها نقول لهم نخمف باش نخرجوا خارج الاسواق متاعنا وغاءوا اسواق اخرى اي ان شاء الله نخرجوا في اهم حاجة الاسواق الاخرى اليوم ما نحكي ما نرهنوش على الرأس المال الوطني قد مرهنو على الرأس المال الاجنبي في الاستثمار اذاك عاليش لوم فهمة لغطة كبيرة حول مجالة الاستثمار اللي ما زالت بخوشي دولوها على كل حال وهي تموجودة فرنسة لومة بالشعب اخذيت علي فكرة دكتولات في المرايح الى شو موقفكم منها شو موقفنا منها احنا قاعدين ننقضوا فيها عامل تالي من عامل تالي من اللي شد ياسين براهيم وبيخرجوا للتسريب الولاني احنا عنا في كساء احنا قلنا وسميناها مجالة الاستعمار اليوم مثل انه ثم ناس جي تتحدث في الروادن وفي التلافذ على لاليكا لاليكا مثل ما عنده حتى معنا اراه وفات يعني اللي موجود في مجالة الاستثمارات فات لاليكا من غادي ومسموح البلدان العالم الكل باش تعملوا معنا يعني اليوم احنا استبحنا البلاد استبحنا المواطن الشغل في قطاعات اللي حتى بن علي ما استمع ملهاش يعني انه قطاعات الفلاحة وقطاعات الخدمات ثم المجلة هذه المجلة الاستثمار هذه ما فيهاش حماية للموارد الوطنية يعني وللبيئة التونسية وفي البيئتنا ما فيه حتى حماية يعني فالنور ميكولوجيك اللي كانوا مستعملين لكلهم اليوم لا امشي انده برك جيب فلوس وانده خوذ اللي تحب تعرف شنو بشجرة حتى مؤسسات اللي ما تجينش لبانها مثلا ليزيكول تتصور انت واحد فرنسوي مثلا ما استاذ ولا غادي ولا كذا ولا غطخيت ولا عبدو شنو يشطرف فلوس تيجي هنا يحلك مكتب تتو تشوفي عبطوا عليه الناس كل وحتى المدارس الحرة اللي موجودة تتو تمسكر تحكيات بسيطة تلز اجانس دو فوياجت تتو كسكروا لكلهم رو بش نعملوا كارثة في البلاد ونس نحولهم بش يخدموا قبل كان عندهم حق في 4 توا يصلوا 30% مقال شنو من لكادغ تيما كادغ حتى مجازينية وقت يسميهولي كادغ معنى اشي كبير قاعد يصير علاش خطر الناس هذية معنى اش حتى رؤية ما انهم بادو فيزيون ولا غالب معنى هتو أنا قاعد نقول فيه ونعاود نظر كيني نتجنة على العباد هذوما عبادت المريخ هذوما ما تحدثوش على تونس حدثوا على حاجة اخرى ايه ولكن فهمها برشا اقتصاديين اليوم اللي هما مرة يمتاعك معناها سمعنا سي راضي المدى بسمعنا اصوات اخرى اللي هما جديد لا لا اذا كان راضي المدى بولا يتكلم هكا سيكون جاي مرحبا بي نقولوا بيان في نوك لوب مهوش بنفسه صراحة على خلال لا لا ولكن يقول بانو هذي مجلة الاستثماري معناها مهوش معناها موش موافق عليها سيدي غالي دولا داعني غاغ مرحبا بي على كل تقول انت اليوم يلزون الكل ليك ان ننقضوا عليش اليوم ما فهميش خلينا نقولوا الحكومة ما تسمعكمش انتم كأحزاب اليوم في المعارضة ولا ما تسمعش الخبراء اللي بالحق عينهم على البلاد ويخافوا على البلاد خاطر كثرة أحزاب البيوع خلينا نقولوا مش لازم أحزاب سياسية ولا حتى حزاب اقتصادية شوف سحسنانا اللي معروف به الاتحاد الشعب الجمهوري يقولوا فيه وذي المستوى اللي يمات في الأعلام يقولوا لي فيه الأخوة العالميين يقولك يا أخوي انتم مخالفين للناس الأخرين يا سيدي احنا بالحق مخالفين للناس الأخرين عندهم الحق لكن كل مرة نخالفه بعد بالأيام تتضح أن نكون على صواب يخي تتفكر أخيرا احنا قبل الانتخابات شكونا نقوله قبل الانتخابات قول الناس قولهم صوتوا تصويت أبيض قالوا شو بكم هبلت صوتوا كيف يتصويت أبيض تتتتتت ماذا تصويت أبيض لذلك بتصويت مع النهضة مش تتشجع في النهضة أنت ضد النداء تونس قلنا نقولولهم مرة تربح النهضة ولا يربح نداء رأي تونس هي الخاسرة كيفاش تقول هالكلام هذي وحنو منوال مجتمعي ودرش نوك اللغة ذيك الليوم مش نوت تضح تضحشي سواب كلامنا هامي سيدي مش نهضة ولا نداء أو نهضة ونداء ومن لفة لفة هم وتونس خاسرة باياك وقت لنا نقولولكم رأي المشكل رأي المشكل رأي اقتصادي ما نويله كذا وقت لنا خرجنا لنا نقولنا رأي الإرهاب ولد شكون ولد فشل الاقتصادي قبل كل شيء قبل كل شيء أولا عنده عنده أسباب أخرى كذا من أسباب لكن أول سبب هو هالفشل الاقتصادي نحيله حله أفاق شد الشاب وحله مستقبل قدامه عمله خدمة عمله فلوس فيه جيبه تسري تهو تشوف ما عادش خمم لك في الحكاية هذية بكل فهذا الكل نقوله فيه لكن شكون سمعنا إن شاء الله الناس تفهم أنه الاتحاد الشعب الجمهورية عنده ما يقول كما الشعار متاعه يقول خاطر احنا في ما يقول الحزب اللي عنده ما يقول مختلف على الأخرين لكن في الصواب إن شاء الله إن شاء الله ولكن اليوم وحدكم يدو حدا ما تفقش دكتور مع المصروب بأنه فهم أحزب أخرى هل فهم قاعدين مثلا تنسقوا مع أحزب أخرى من أجل أنه على الأقل حتى تكونوا كقوة اقتراح وكقوة فرض تكونوا عندكم صوت آلته أكثر خلينا نقول شوف أنا احنا اليوم الريهان بتاعنا كحزب هو بناء القواعد بتاعنا يعني الانتشار في تونس بأسرع يعني نسق ممكن هذا هو قوتنا متنجم جي كان من احنا احنا الرأو اللي مع الأسف هذا سويد وبلي جيدوا لديغ المشهد السياسي في تونس تعب والناس ما زال تثق في السياسيين دكتور ما تثقش في السياسيين عندهم الحق لكن جابة الإصلاحات متاع المدرسة متاع اليوم متاع القرن واحد والعشرين بفكر متاع الستينات ومتاع الفكر متاع الجمهورية الثالثة اليوم راهو رهانات أخرى رهانات مش بشتعطيها كاس حليب رهانة اليوم انك ثم فجوة كبيرة ما بين المدرسة الخاصة تعليم الخاص والتعليم العمومي الفجوة هذه الكبيرة اليوم خلات تحب ولا تكره ولد الزوالي ما نجم يطلع كان الزوالي انتهاء سوخ سو بلان انا وياك متفقين ولكن دكتوروت في المراح نحكيوا بالمقشر كما يقولوا فيه إصلاح نظام تعليم تنجيوا بعد لصح ولا صح يتطلب زادة مئات المليار دوات منين الدولة تجيب جيبها منين جيبها من المنوال الاقتصادي اللي يتبدل هذك عليش وقت اللي يعمل السيجلول والوزير الصحة هذو ما اللي يظهروا انهم هما الناشتين اكثر رغم يلسون تخندوا سيدمو لانفان راوي يلوكوا في الريح معنها رغم اللي بتات تخزون لا بون انتونسيون ما نشكش انا في نواياهم ما نشكش يحتمل عندهم تصورات لكن يحاولوا انهم بغابوغ على وزراء اخرى قاعدين اريك دوتمانجي ما مش نفهمه خدريز ما نقوله للتوانسة بالضبط شنو اللي قاعد يصير يعني مش انه تظهر لك روح حركة وتخلو خرجه وحل بابه وتصور في الكاميرا وكي ما عمل كوشناق بل ساكاغي فوق ظهره مش هذا الموضوع الموضوع مش انه تظهر لك برشا قاعد يعمل في حاجة راهو مين الجمش اصلا اصلا مين الجمش عليش خطرخزر له ميزانيته تهو تفهم اللي هو مين الجمش حتى لو كان هو عنده ما نشكوش نقوله يا سيدي عنده تصورات وعنده فكر ويحب يسلح وعنده وطنية هذا ما نشكش فيه لكن كنخزر الميزانية متاعه قول ما عندهوش ياخي واحد جيبه فارخ ما عندهو حد شي ينجم هو يهز روحه من هنا من نابل يهبط مثلا الحمامات ينجمش ينجم عم حد شي ينجم قوت في قهوة ينجم ما ينجم عم حد شي هذا انسان وقت تخزر الميزانية متاعه معروفة الموارد تفهمي ما نفقد بين عشاه ما كهو فاتها دونك ما نقدوش ينغلطوا في التوانسة ونحكيولهم في خراية فارغة خطرنا نسمع ساعات حتى عندك هنا ونسمح لا تكلمني على غيفاغم اي غيفاغم نقصوا على الروح نحن في دارنا في كل واحد في دار ويحب يبدل يبدل دار ويحسنها بدل كوجينة ما كمش تنحي حيط وتدهن وتعمل درش ما كم تبني تصرف اكزاكتوم فاهمت انت اليوم عندك في التعليم يخي تكل يخي تما برشح واجي يقول فيهم اللي هما من البرنامج متاع الاتحاد الشعب الجمهوري متاع 2011 قدمنا بهم من الانتخابات 2011 هذك المدرسة اللي تولي في حصة واحدة وتنحها العشية والعشية تولي بورلز اكتفيته بورلز اكتفيته اللي كنا نقول لها سميور وكلي جو غالي اكترا والاملاجمان دو تان وكل ترجيع الامتحانات هذك اللي كانت والحكاية التعليم المهني وكل هذك كله موجود مكتوب لكن هذي طلب فلوس فهمت بيش بتعملوا هذا كل خطوة بحسنة هذم كل خطوة بحسنة ثم هذي تخل فيه ياخي أنا كنجي نعطي لحليب ولا بشتقال شنو العام جاي بش نحل القانتين ياخي ذكا مو انفاق عمومي مي بشتجيبه وبخلاف انك بتجيبه ياخي ساته سيستانس سوسيال اللي بشتعملها الدولة اللي بشتعملها الدولة الرعية بالشكل ذات كل مثلا كل شريكة ولا كل مؤسسة اقتصادية بشترعها مدرسة ولا بشترعها مواردها مش نهار المحسن سكر الشريكة متاعه وفلس ما عادش عندها المدرسة ذي كرعي ما تصير شكرة تصير تبفلوس تعد على وبيجيتيزي وتخيارات في المجتمع مش شطحات يعني احنا في معا على الاسف من حكومة التيه اللي قلت عليها من الول لخطرك من الناس اللي لنين اللي قلنا في الاتحاد شعب الجمهور يا رأي الحكومة هذه التيها من اول خطاب احنا من حكومة التيه الليوم لحكومة الشطحات الشطحات تشتح ما تعرفو ش قاعد يعمل ش قاعد يلوي دونك شو نقول لك نقولوا هذي كله والله بمرارة لأنه تصويرها كاريكاتورية شوية ولكن اليوم الوشك لوين في سيل حبيب السيد في اللي كيف كوفيرنومنتال وقالا اليوم في التمشي العام في البلاد مع الناس ناس كان عندها نذكروا احنا مثلا بعد الاستغلال يافي ديفيزيون دي فما منها شو نجح فما شكون ما منجحش ساتينات ما نجحتش محمد بن صالح بالرغم لأنه فما تعاملت على القلب ونيت تحتية وغيرها في سبعينات نجحت الرؤية ولو نسبيا نجحت ثمانين بالمئة خالينا وقولوا ما توصلتش بعدها في الثمانينات عملنا ناكسة في التسعينات عودنا طلعنا وقلبة بقلبة لكن جوية تكسيسيف ما نشرح في حد في المشهد السياسي على الأقل للناس اللي في السلطة شكون في بلاستو دونك يفو garder حبيب السيد ميشانجي سون إكيب غورنومنتال لا لا حبيب السيد هو أول يعني هو الكابتان دي كيف مش عارفو حش يعمل تي كانت رفهم اللي يمات قاعد يستقبل فيهم واحد واحد يعني تكانت عن دو يجعتنا شنو برنامج يعني أنت وقت اللي جاء مثلا في أول الاستقلال جاء موديل قالوا بش نعمل دولة رعية أنا الحبيب بورقيبة بو نسكل حتروح بو معادش رئيس دولة أنا بو نسكل والدولة هذي أمكم طرعاكم النسكل الحفيان بش تلبسوا تعملوا صبات والجعان بش توكلوا والجاهل بش تدواحد والمريض بش دوي هذي الدولة قالت هك عملت السياسات هذية بالإمكانيات اللي كانت عندها لكن مشيت في السياسات هذية هاو ثم في منطقة اليوم المودل اللي بيرالي اللي دخلوا فيه من عاد بن علي التالي اليوم المولد الإمكانيات اللي فيها لتعطيات الدولة لأنني نقصت موارد للدولة مدام انت قبلت ان الدوانة تتنحى مدام قبلت انك تنت نقص اللي تاكس على السوسيتي مدام قبلت بش نقص الانبوزيسيون دونك نقصت في موارد كنت بحي كنقصت في موارد كنت وقررت في المنوال اللي بيرالي هذية أن تفا فيغ موان ديتاء بش نقص من الدولة يعني الدولة توخر التالي حسب تصور اللي بيرالي اللي ماشي كله دونك إذا كان دولة توخر التالي خدر معاتش عندها إمكانيات زادة نقصت لها الإمكانيات كيفاش موخر التالي وتحب تقدمها القدام كيفاش تحب تقوم بدور اجتماعي وهي موخر التالي كيفاش تحب تكون عندك صحة والدولة موخر التالي كيفاش تحب تكون عندك تعليم عمومي والدولة موخر التالي يعني الدولة مشجعة تعليم الخاص على حساب تعليم العمومي مشجعة التداوي الخاص على حساب التداوي العمومي يرفوش وزيغ هذاك علش أن الموضوع رو وين على الفوارق اللي قاعدين نعيشوا فيها في حالة الانفصام اللي عندنا يعني انفصام ما بين الكلام اللي نقولوا فيه وما بين الممارسات اللي نعملوا فيهم السياسات اللي نختاروا فيها في وات والممارسات اللي واللي نقولوا فيها بالسانة في وات أخر ما مش متنفرين المفروض بأنه تقول أنت نتكلمه اليوم بلغة واحدة وان بانس معناها خيرنا نكونوا واضحين بي معناه خالينا اللي زيبنا اليوم نعرفوا روحنا وين ماشيين شنو المنويل اللي مفروض تتابعوا تونس هل اليوم نصلحوا باللي عنا وإلا نعاودوا كل شي يزيغو شوف اليوم لا منعاودوش نعاودوش اليوم بركة يزيبنا نقولوا اش نعملو اشنو بش نعملو ولي نعملوه نقولوه هذا شنو اللي زيبنا انبان سكندي اندي سكنفي هذا شنو اللي محتاجين له محتاجين أنه يكون عندنا ثنية ماشي لها ومتنسقين فيها عارفين شنو اللي بش نعملو هذاك تكون عندنا انكويرانس عندنا أهداف معينة نعطيولها سياسات المعينة الخاصة به منجمشي أنا نقول عندي مشكل كبير متاع تشغيل اليوم وانا قاعد نحطم في التشغيل يوميا اليوم منكسر فيه كل يوم ياخي أنا وقتل نجيب سلعة اي سلعة نجيبه اي منتوش راهوا اليوم الموضوع معادش متاع حواج وتكستيل وصبات اليوم راهوا شوف الكسرون اللي عندك وشوف الكاس شوف السحن شوف الفرشيتة شوف السكينة تيراو ما بقلك شي شوف السابون شوف شامبواء اذا كان هذي كله كل القطعة من هذوكم راي فيها سوايا عم تعمل راي موطن شغل اقل خلينا نقول تيدكدكتهم ناس كونسكوز دو لامبلوى احنا عنو ديتروي يو لكن هل الحكومة مهيش واعية بهذا معناه تقول انتي الأزمة اللي حصرت واخرا في القسرين كانت معناها خلينا نقولها ثورة وقدت في مهديها ناس جاعت وانتي تعرف اخطر الثورات هي ثورات الجيع ناس جاعت ناس تهمشت واللي حدث في قسرين جمعودي يحدث في قفصة يحدث في سديبوزيت في غيرها حتى في تونس العاصم عليش الحكومة اليوم في ويت والشعب في ويت اخر انا في تقديري ان الحكومة هي الرهي او الطبقة السياسية على اقل الحاكمة هي الطيلاء البراني الكوش البرانية اللي تظهر للناس لكن تحتها علش العروس اللي يوقف عليها مش كونهم العروس اللي يوقف عليهم هما اللوبيات المالية هما الناس اللي عندهم الفلوس خاطر الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي عمل لك حزب سياسي أنا مثلاً كان يجيوا يصبوا في الحزب متاعي الفلوس بالقمعة ويتنفخ أنا كان يصبوا في حزبي الفلوس بالقمعة ونظهر في تلفز معينة في اللورد ويضعوني وعلم تونس بجنبي وتصوير برجيبة بجنبي ونظهر هذا جايز جداً ونظهر وكانت صورة هذه معاشة نطالية لأنها تلعبت للباجي في نسمة كل المدة سنوات لكن هذا يوارد فهمت ونظهروني على أساس أني وأنا ما قلت حتى ربعة فكرة ما عنديش حتى خمس فكرة وأنا خمس سنين موجود في الحياة السياسية يقول أنت يادكو كيفيد برشا في الطبقة السياسية هذا الشكل سألتني أنت قلت عليش الحكومة الحكومة ملكة اللوبيات المالية هذه هي اللي صنعت المشهد السياسي وهي تتحكم يخي بشيجي الحكومة تأخذ حاجة ضد مصالحها ضد مصالح الناس هذوما يخي المدير العام متاع التجارة اللي خرجوا وقال الكلام اللي قلوا فيه احنا تواعنا على الأقل ثلاث سنين في الاتحاد شعب الجمهوري وقال يزم التونس يتعمل بروتيكسونيسم ويزم كل بلدان العالم كل قاعدة تحمي في الواحة وكستغاء يخي ذاك ما كانش نجمي وقفك يا بي ما تخلش يخي ما كانش نجمي وقل الوزير متاعوها شو ما حكيت الفرانشيزة ذوما اللي قاعدين تحكيوا فيهم ما كان نجمي قل الوزيره فهمتا وكان وزيره ما سمعوش اللي لغة الوبينيون بيبليك وقل روى مسألة حياتية بالنسبة للتونسة وكيش بتخلق لهم مواطن الشغلة ذوما انتقاد دخل فالفرانشيزة ذي كلها فاسلعها ذي كل ما هذا هو الموضوع الموضوع ما هو تشوف الحكومة كيفاش متناقضة مع روحها تحب تعمل اللسان يقول باش نعمله خدم لجمعات القسرين وكذا 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 نفس الوزير يحب يعمل ديزون فرانس ودرشنو وقال شنو وقال باش يخدم الأمور ومنشيرة أخرى يعطي في دي فرانشيز لشركة أخرية منشيرة أخرى الميزان التجاري مختل ومنشيرة أخرى الوزير هذا بيدو يحب يجيب خمسة لاف كرهبا الكياسات غصت بالكرهب وحالة الناس تعبت من الأنفاق على الكرهب وهو يحب يجيب يجيب كرهب أخوة باقي قدام يعني وقداش باش تباعه باش تباعه بعشرين مليون بعشرين مليون بعشرين مليون بعشرين مليون يعني يعني شنو قاعد ينعملو في خدمة شكون يعني ترى الطبقة السياسية دي في خدمة الشعب هذي ولا في خدمة اللوبييات اللي جبتها نحكي وعلى الكونفيرنس دي في خدمة الشعب على حاول قطاع على الصحة قلتوا ساعن ونتوها بأنه ندوة صحفية حول الفساد فساد اليوم في قطاع الصحة المرة اللي فاتت كان معنا كيف كيف ذي فحكينا حول الفساد اللي موجود في قطاع الصحة وقال فما ثمانين مليار في برشة فساد وفي برشة ماكميك والله احنا كيقولنا الفساد يعني مش فقط في قطاع الصحة احنا بقى الدوسي اللي عرضناه المدة الفايتة على الرأي العام واللي احنا مثلا نشدين فيه وباش نتخلط عليه دوسيات اخرين حبينا نسميه الملف الملف فيوه الملف هذي هو يختزل في ذاته على خطر قداش من مرة تجي ناس في الاعلام ولا في غير الاعلام وتشهر بملفات لكن عادة تلقاها المستندات ماهيش في ديها كاملة وكلها بالرواية المرة هذي جينا في ملف اللي هو مقرتس علش مقرتس على خاطر الاتهامات كلها ردت عليها وزارة الصحة منذ شهر نوفمبر الاصل القضية هي انه في شهر نوفمبر جدت جريدة اخر خبر اولاين عتات خبر راهو ثم مصنع متع ادوية اخذاء مناقصة ربحها من غير ما يكون عنده كان عنده ترخيص مشروط تخلى المناقصة بترخيص مشروط بتاريخ كذا كيفاش يصير هذي ردت عليها البيانة ذكا اكد هي صحيح فلان فلان اخذاء ترخيص مرخل سين اذا شرف الدين ايه مؤسحنا لاشخاص اذا شرف الدين انا شخصين احترموا ومؤسسة اونيماد امتاعوا نحترمها ومفخرة للصناعة السيدانية في تونس ايوه اذا ما فيه حتى كلام ما فيه حتى التشكيك لا فيه لا في المؤسسات الاخرى لكن احنا احنا هنا نتحدث على اساليب في الحمل اللي موجود ردت وزارة الصحة بكل بيانة هذك اللي اعترفت فيه بالحيثيات كل يعني انتي معتش الاعتراف سيد الاثبات هي اعترفت زادوا على هذيك في الطين بلى انه جاوا باش يسكروا هادوسي هذي حلوا نهار ستة نهار سبت ستة فيفري حلوا دي بيان عدارة الصيدرنا والدواء حلوها عملوا كوميشيون معنا كوميتي ادوك كوميتي التكنيك هذي ادوك مغيق يعني استبعدوا منه جماعة معينين لنظر فهل ملف هذي باش يسكروا يخدموه نهار سبت نهار عطل ادارية يعني ملف من اللي بداء بداء بترخيص مشروط مثل ثماش حتى موجب باش تعطي لحد ترخيص مشروط بعام باش مبعد يثبت لك فك العام ذاك اللي هو اللي هو ناجع يعني انت هو اي مادة ما تولي اسمها دواء إلا ما تولي ناجع فاش قامت تعطي فيه في ترخيص يتضح انه الترخيص هذاك تعتع باش هو نجم يدخل في المناقصة بنفس الناس خريد الناس خريد اللي هما أمورهم تامة اللي هما دواء معروفين عندهم أمام ويربح هو بالمناقصة ذيك ومبعد يتحلو وهو زيد الأدهة والأمر ما نجم يدخل المناقصة إلا ما تكون عنده أمام خطفة ماش حاجة اسمها أمام يعني ترخيص بالترويج مشروط دوك والأمام صححها لوزير دوك الإشكال توا هل ترى الأمام اللي تخل بها هي أمام صحها دي جام لوزير يعني أنه لوزير في أمام مشروط في ترخيص مشروط عطا صح كمام كانوا ترخيص نهائي يعني الحكاية في كل مرحلة فيها ريحة الفساد ريحة الفساد منبعي تضرب دوك إحنا قلنا وبعد ردة فعل متاع الوزارة كانت بالنسبة لنا كذبتنا وباش تقضينا ثم بعد ولا بعد نهارين ولا حال كوميسيون دونكات إحنا قلنا لورا الوزير خرجت من يدك الحكاية الحكاية خرجت من يدك على خطر إذا كان أنت نجم يكون إنسان ما في بلوش نجم يكون جا جديد نجم يكون ما يعرفش ما لفذا متعدلوش لكن يكون ردد فعلا متاعه تكون إيجابية يكون متعاون لكن إنسان يمشي للتكذيب وبعد التكذيب يمشي للتهديد وبعد يرجع في كلامه المؤسسة بيدها ماش مؤهلة بيش تحقق في الموضوع وموضوع كبير لأنه إذا كانت الحكم التحقيق أو الوكيل الجمهوري عداه قد قمنا بالقضية هو على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية يعني فيها حكاية تحبس وحكاية تغرامات كبيرة وكذا إحنا ماذا بينا الدوسي هذي يلسير بغا ديكزامبل ديكزامبل ناس كل خطر الفساد ناس كل تكلم عن الفساد والنتيجة يجيبها ربي يعني ولدت اللوكو في اسمع تكلموا هذه يعني الديمقراطية متاعنا تعلوم أفرغنا كل شيء من محتوى تكلم على روحك وإحنا ما نعملوا حد شيء سحسن هذه الصورة اللي احنا موجودين فيها اليوم سي لا ديفنيسيون دولي تاموا الدولة الرخوة الدولة الرخوة يعني إيشنوها هي هي الدولة اللي حقوقك ما تاخذهمش الحقوقك دستورية وقانونية ما تاخذهمش إلا ما تمشي فيهم العجلة واللي ما عندكش في حق تاخذوا زادة كيتمشي فيها كيف 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 فهذا وضعنا مع هذا أحنا إن شاء الله نحن الله كلنا وإذا موضوع المتابعة سخت المو بالنسبة لملف متاع الصحة وضليت النار على وزيرة الثقافة وعلى الناس اللي تعمل في الثقافة اليوم أنا قدش مرة في حوارات معاك بكتلت المراح يقول لك اليوم حكومة هذية حتى بعد الثورة معاش نحكي على الثقافة في البلاد معاش نشوفوا فرحة معاش شوفوا زازة معاش شوفوا دي كونسير معاش شوفوا دي فستيفال تونس اليوم إذن نفهمون يعني إحنا البرحة شكو قال يقال يضحكتك عزيزة قلت والله شكو شكو اللي توا في تونس هاته من قلبه قاد يضحك يعني الوضعية صعيبة صعيبة كل يوم وإحنا اللي حاسب اللي قاعد موجود في البلاد المخاطر يتهد فيها كل ما نجم يكون جدي أكثر من لازم اليوم معدناش أنا بالوك على قل نقول بروحي شخصيا يعني حتى باش نسمع الموزيكا ما عادش عندي عندي نفس موضوع متاع نفس متاع مزاج متاع مع الأسف زيد تضييق على السحة الثقافية تضييق كبير رياسي على السحة الثقافية من قبل المضيق عليها وزاد يعني لفظاءات تدعم المبدع المبدع وحيد اليوم المبدع تونسي مسيب وحده السوق متاعه كيف كيف حتى هو يرى الموضوع الاقتصادي اللي كنا نتحدث عليه كيف السوق متاع ومغزو ياخي لذات وقت سان فالانتان ومجيب لك ناس من برة تعملك في سان فالانتان وتحييلك فيه بربي وين بشيك الخبز الفنان التونسي قولولي وين بشيك الخبز هو حضر من ثقف التونسي اليوم ضايع معناه ما عادش نلقاه وترجع فما حركة وترجع تلقى ندوات تفكر قبل كانت في فضاء طهر الحدد وفي غير ها بالفضاء وين فما مركز لازم تلقى حكاية على اقل الانسان يرفع بها بعض من الجهل وكانت سحسن الفضاء العالمية تساند برشا عندنا برامج اعلامية احنا وين تعلمنا ناس ريناهم اسمعناهم في الروادة تقولوا تتعلم منهم اليوم سمحني زابي متعلم فما هي البرنامج اللي تمشيلوا باش ناشئة تتعلم منه مع الاسف هذا هو اللي قاعد يقتل فينا يعني هالتصحر اللي موجود رو التقات موجودة رو الكتب التوانسة المتميزين موجودة عندنا ناس تكتب مليح وعندنا ناس تكتب بالجداء فهمت وعندنا ناس اللي كتحورهم عندك ما تستنفع منهم وعندنا مبدعين في شتى المجالات يعني هذا مش قول فيها وانا كان نعطيك شواد وتوافقني فيهم لكني اخترمها وحللها المجال واحتفي بها فهمت وعطيها حد اليوم اللي يعطي نوفل ديناميك للحياة الثقافية رو ريت نتحدث على الحماية اليوم يجب حماية هذا لماذا أنا رو كان النقدة متاعي للوزيرة لأنني نعرف الحجم الأشخاص لبعض الممارسة لذلك نعرف لما مرستهم نعرف الحجم ونعرف الديمانسيون وينتوصل لذلك ما تنجم شي رو ثم اتوف أنا كإنسان مش تعطيه مقاليد حاجة وبيش يبني لك اسم ماش نشكر كبارش كذلوت في المراحة نكون خالي المدلافان مستقبلنا اليوم حضرنا سعيب ايوه اما أنا ممن من الناس اللي يمنوا أنه مستقبلنا غدوة باهي علاش باهي لأنه الناس اللي قاعدة تحسب وحدها واللي يحسب الصحيح هو الشعب الواقع هو اللي حسب صحيح هو الشعب تونسي هو اللي حسب صحيح وهو اللي بشي غير لومور وست تتغير جاكرا متغيرت في 14 جان في العام الجاي بشتتغير بحولها شاء الله تتغير لومور نحو على الأفضل شكرا